بعد سراعين مع المرض دم لسنتين انتقل أمس المصارع الجزائري عبدالبسط بوزار إلى مثواها الأخير بالمؤسسة الاستشفائية فرانس فانون بالبوليدة التي لزم فيها الفراش لمدة قبل أن يفارق الحياة تاركا فراغا رهيبا لوليده الذي سعى جهدا لإصال سرخة ابنه إلى المعنيين لكن القدر شاء غير ذلك إن لله وإن إليه رجعون شكرا